سؤال ممكن انه يكون موجود وارجع اقول لكم انا هذا الرسم اللي يطيركم يا مالا المكعبات مجرد ما انه تقصر تخليه قدامك مرتين ثلاثة بس تطوي المكعبات انت هيصير بالنسبة اليك المكعب كلش بسيط ورح تاخذ اعلى الدرجات واقل وقت تحتاج بحل السؤال اللي موجود بالمكعب ان شاء الله احنا المكعب بعد ما عدنا اشكال وياه وهمات باي محاضرة او اي سؤال احنا ممكن انه نحلب يجينا ايضا خيال السؤال الاخر بالنسبة انه هنا انا هذا السؤال الموجود الخيارات الاتية ممكن انه ينطيك علاقة ما بين شكلين ويريد هو واحد من الاشكال الموجودة او الخيارات الاتية المفروض يكون صحيح او شاء الله لازم اني افتهم العلاقة لي صارت شنو اشوف او الشكل وساني الشكل او الشكل كان عنده الاشكال الدائرية الموجودة سوداء صارت بيضة او شنو بيجي حالة راح ادور على كل دوائر سنة دوائر بيضة مفروض الصير سوداء مو تمام فاني راح اش اسوي احمل كل الاشكال هاي باعوا باول خطوة اني هي ملت ثلاثة من الخيارات واني كل ما ما اقلل عدد الخيارات الموجودة عدي كل ما ما اقلل بطريقة الحل باتجاه الحل الصح اصبح اسرع بالنسبة اني ليش لغينا الابيض لانه احنا اول نقطة شفناها الشكل كانت الاشكال الداخلية اللي موجودة بي او الدوائر السوداء الموجودة بي تحولت الى دوائر بيضة انا الدوائر الموجودة عدي بيضة اذا لازم اقلل خياراتي الدوائر السوداء فاي خيار بي دوائر بيضة راح الغيها شلت قاني كل الاشكال هاي بالبداية من الاول نظر راح اجي اشوف اش صار شنو بعد عدي هنانا شونت بالبداية كم دائرة سوداء اذا حسبناها داشوفون خلي نحسب ثلاثة هنانا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة خمس دوائر اش راح يصير صاروا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة اذا زادوا تمام هنانا زادت الدوائر انا ش راح اسوي حاجع الخيارات كل واحد هنانا عندي ثلاثة دوائر بيضة متمام المفروض راح يصيرون اربعة فاني اقل من اربعة راح اشيرهم راح اشير خيار اي تشوفون هذا ثلاثة نفس العدد اشيرهم هنانا اربعة حبقيهم حبقي هذولا تشوفوني شون انا حل دي يصير بالنسبة ايدي سهل مجرد ما انهم بس القوا في شغلة الغي من الخيارات انا كل ما ما احدد الخيارات الموجودة كل ما ما اتجاه الحل الصحيح اكثر قربا راح اصير زين اهنانا شنو عندنا الشكل المالتي كم ضرع عنده راح احسب واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة صار صار اربعة اذا الاظلاع الموجودة قلت انا شكل الموجودة هنا انا كم ضرع واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة سبعة الله لازم اش قد يصيرن لازم يصيرن كم ضرع ادي لازم انا مجرد ما انهم انا راح اوج اربعة ما راح يفيدني مو تمام اذا مقالي اما السي او الاف الاف كم ضرع واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ما راح يفيدني ايه هو الاف اكيد السي ما فاد لي مو تمام اذا حلي هو اش راح يكون راح يكون الاف مجرد ما انه انا فتح البداية عدد الاظلاع الموجودة ما شكل رئيسي قللها الدوائر زادت بس مو بس زادت اخذ العكس مالته اذا كانت سودة سواها بيضة اذا بيضة لازم شي سويها سودة تمام فاذا خياري الصحيح المفروض يكون اف اوكي مجرد ما انه افته من علاقة اللي صارت شنو حتى اقدر اعرف الحل اللي ممكن انه يكون هنا ناخذ مثال الاخ مثال الاخ هذا موجود عندنا ايضا مجموعة او يعني هي عندنا شكليا اذا شوفوهم شكل ادى الى هذا الشكل وهذا الشكل شو راح يكون مكان علامة الاستفام واحد من هذول الخيارات اهم اول شغلة اصفن بيها اشوف العلاقة اللي صارت نتيجة شنو طرعت هاي العلاقة راح نرجع اركز ويالاشكال الموجودة عندنا جدي يصير بيهم حتى ابدأ ابحث وايضا اختار الغي الخيارات اللي مو صحيحة هاي الاشكال اللي هنانا اللي ظهرت ما بعد علاقتها والاشكال اللي قبل السهم راح اشوفها هاذا ابو الدائرة السودة هو هنانا مو تمام واللي بصفة هذا الاتجاه سهم بهذا الاتجاه اذا هو نفسه يعني شنو يعني اسم مكانهم اسم مكانهم ما تغيروا اصار من بعدهم هذا وين المفروض هذا هنانا سوالة اذا سحبه الى هنا اوكي هي شدي يصير عدي وهذا الدائرة البيضة وين كانت كانت هنانا وين جدتي جدتي تحت الدائرة السودة اذا انسحبت الى هنا اكو صار تغيير بالاتجاهات ما صار اي تغيير بالاتجاهات يعني بقاهم نفسهم لقلب المكعب ولقلب الشكل ما لتديش يعني هاني اش داش شوف داش شوف هذا هذا السهم هذا الاتجاه بقى نفسه هنانا بس اجي اوكي يعني ما تغيير اتجاهها مو مثلا صار بعكس الجهة لا بقى نفس الاتجاه مجرد ما لي صار شنو اثنين الوسطيات يعني انا في حالتي المفروض دولة اثنين الوسطيات حبقيهم هذا ومكان اجي ابحث وين ما اكو دولة باقين راح امارتي الخطين جوة وثلاث خطوط بالألة وين المفروض القى هذول الخيارات اللي موجودة عدي موجودة بالأي موجودة بالبي متمام هذه هنا قلبها اذا السياني رافضتها من البداية ما عريتها بعد هذه دي رافضتها من البداية ما عريتها بعد لأنه عكس الخيارات اللي موجودة عدي لأنه انا المربعين الوسطين باقين نفسهم هذول ما باقين نفسهم متمام لا بدي ولا بسي باقي نفسهم إذا ان هذول حها أتركهم مو هم الحلة الصحيحة بالنسبة لي الخطوة الثانية السوى الشكل اللي هنا هينزل هنا متبعنا كأنه عندي قانون دعم شيخ الشكل الثاني هنا إذا نشرح يصير عدي أبو الأكس وين يصير جول ثلاث مكعبات هذا هنا الأي الأكس هنا إذا نضحيح بالنسبة لي فخياري هنانا حيكون البين وهنا مشرح بسيط إنه المربعين الوسطين ثابتين المربعين على الجانبين تحركوا إلى أسفل بصورة قطرية بس بدون أي تغيير بالاتجاهات مرات يلعبنا إنه يحرك أو يقلب أو يسويها مرر يعني يطهر عكس مالتها بس أنتبه إنه أنا نفسة أو منافسة ثواني ما راح تأخذ من عدة الحل أخذ أقل من ثانية اللي هو كان خيار بي تمام نجي على مثال آخر هذا المثال شوفوه هو شكل استقطع من عنده شكل آخر يريد الشكل المستقطع وين ممكن إنه نلقاه شون نلقاه بهذه الأشكال هذه همات مجرد بأنه أحنا نحاول نفتهم المربعات اللي موجودة هنا أنا عدنا شنو حلهم شنو علاقة الدوائر الموجودة وهي الدوائر اللي هنا وهم أبدأ الآن الخيارات الموجودة عدي أقرب للحل الصحيح كل ماما أنا أكون باتجاه الحل الصحيح بطريقة أسرع تمام؟ أبدأ أشوف أول شاء الله إيش داي يصير عديد من أول مربع أنا أشوف إلى آخر مربع أول مربع دوائر متعددة بعدين صارت إذا دا شوفون إذا باعت على الرول كامل أو السطر الكامل أباعة أول شيء أفقيا وبعدين أباعة عامدين إذا دا أشوف أفقيا مثل ما شوفوا ماكو دائرة تكررت ماكو شكل تكرر تمام؟ يعني هسب واحد اثنين ثلاثة أربعة أربع أشكال بالاتجاه الأفقين ما تكررت كل واحدة مرة مرة ماكو واحدة تكررت أكثر من مرة نجي على حتى نشيك هذا صحيح هذا حاشينا له لا أفقيا هنا ماكو شكل أيضا تكرر أوكي إذن هسا أنا مجرد دا أشوف هنا شنو عندي هنا عندي مربعين فالخيارين الشوية مو بسهولة أقدر أحلهم أنا أقدر أحل قبل الخيار الأخير اللي بس مربع واحد ليش؟ لأنه أنا عندي ثلاثة أشكال من أصل الأربعة اللي موجودة عدي فأكيد أنا أعرف الشكل الرابع المفروض اللي هنانا الشكل الرابع هنانا شنو؟ ياه من الأشكال ما موجود حتى ينسد هنا هنا مجرد ما أعرف إنه هي بس دائرة واحدها فبين أكو دائرة واحدها هو الحل اللي ممكن إنه يكون عندي صحيح الدائرة واحدها الفارغة حتى يصير عندي هذا السطر كامل الأشكال بدون تكرار مو تمام؟ وين أدي البداية؟ بأول مربع أنا استبعدت منه استبعدت الأي واستبعدت الدي الثنين أنا ما أريدهم ليش؟ لأنه هذا المربع دائرتين هذي موجودة هاي مجموعة الدوائر هاي موجودة أما السي أو البي هاي من البداية بأول خطوة صارت عدي بأول السي أجي أباوع أشوف بعض علاقة أخرى حتى أقوم هنا أنا بدأ كلما ما أنا أقترب للحل الصح كلما ما أنا الخطوط تبدأ تظهر أكثر بالنسبة لي إذا جيت ركزت أنا هساني بس مجرد معرفة إنه أنا كل خط أفقي من هذول الخطوط تصير بين الأشكال بدون إعادة فأني شفت أعرفت هنا أنا رح أحط الدائرة هنا إنه هنا تنحط الدائرة الفارغة وهنان الدائرتين أو بالعكس هنا الدائرتين وهنان الدائرة الفارغة الحالتين هي صحيحة مو تمام؟ أقدر أقل الاتجاه الآخر أوكي؟ فأني حسكت حنتظر بعض رح أشوف فتح حال آخر بيها شنو رح هذا الآخر اللي أشوفه؟ أو فتحلي بطريقة أصح يعني شنو؟ يعني هسا إحنا قدامنا أما بي أو سي متمام؟ واحد من عدهم هو المفروض إذا جيت شيء كتويهم إذا جيت على البي حقيت هنا الدائرتين هي ما موجودة ما موجودة الفارغة صحيح زين؟ أو بالعكس والدائرة الفارغة أقدر مباشرة نتلاعب بي نحلها ونقول إنه سي خطأ ليش؟ لأنه أنا شنو عندي السي؟ السي صارت عدي هاية وهاية موجودة هنانا مو تمام؟ هذا المربع هو نفسه هذا فهو سي طرع من الخيارات الموجودة عدي فالمفروض حل بي مباشرة بس أنا حتى أتأكد مرة لخة ألقى علاقة أخرى حتى تكون عندي 100% حلل به وصحيح تشوفوا إنه الرول هذا أو هذا الصفوال اللي هنانا الموجود عدي هذا إش داي يصير؟ هو يا هو؟ هو يشبه منه؟ هو يشبه الأخير بس شنو؟ بالعكس يعني هاي أول محدة هاي ثاني وحدة وهنانا تشوفون إش داي يصير مجرد ما إنه أول وحدة صارت آخر وحدة وآخر وحدة صارت أول وحدة أوكي؟ هنا هم مات الثالث شكل فأني هم مجرد ما إنه راح أنزل هذي أول وحدة نانا جتي ثاني وحدة المفروضة هنانا والثالثة هنانا والرابعة هنانا إذن الخيار ماتي بي هو صحيح 100% بس أنا قدرت عرفه من أول مرة إنه هو سي بس حتى نتأكد حتى أتأكد أنا درجتي 100% راح تكون صحيحة هول بي خيار اللي هنانا الموجود عندنا هذا شرح بسيط أنه كل صف من المربعات بأشكال مختلفة بدون ما تتكرر هذا الصف الواحد اللي هنانا نجعل بيها زين؟ فإنقرار الصف الأول هو الصف الأخير بس صار بي انعكاس يعني الأول هذا المربع الأول صار مربع أخير والمربع الأخير صار مربع أول وانعكاسه للصف الثالث تمام؟ اللي هو هذا هنا صار وهذا هنا صار فالحل على هيت شي رح يصير بي خيار بي قدرنا رأساً نلقى الحل بسهولة وبدون تفكيره هواية مجرد ما أنه أنا حلية شي بسيط فصار عدي شي كل السهل أوكي؟ نجي نشوف مثال آخر هذي مجموعة من الأشكال المفروض بهاي الأشكال اللي خلي نحسبهم واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة يعني عشر أشكال موجودة عدي أكو قطع مختلفة مرات يكتب لك قطع مختلفة ممكن أنه تكون المختلفة بس واحدة وممكن أنه يقول لك مجموعة من القطع المختلفة فتظهر عندك أكثر من واحد مختلف شو أن أقدر أشوفه؟ إذا لقيت علاقات تربطهم كل إثنين سوى فهو المختلف حيكون جزء واحد أو ممكن أنه يكون مباشرة أكو بس واحد مختلف لأنه أكو علاقة تربط الجميع يعني رح أعيد الشرح يعني ممكن أنه هذا ويهذا أكو علاقة ما بيناتهم أو هذا ويهذا يعني ممكن أنه يكون هذا ويهذا موجود نفسه ممكن زين أو زائد واحد أو ناقص واحد فرح يطلعون كل إثنين أكو بيناتهم علاقة بس واحد من عدهم مختلف أو ممكن لا كلهم تربطهم علاقة واحدة وواحد مختلف بهذا السؤال نحن نركز شوي من يجينا هين تنوع من السؤال لازم نركز بهم رح نبدأ نشوف كل واحد من عدهم أكو شبه أكو اختلاف ونبدأ نحل على أساسه إذا جينا على أول وحدة خمسة نقاط بأربع نقاط أوكي هعوفها على صفحة واحد بستة ثلاثة باثنين بالبداية إذا نقول الفوق ماكو علاقة ما بيناتهم خمسة واحد ثلاثة بعدين أربعة ستة اثنين نجينا هناثنين نقلبت بخمسة صارت لاثنين فوق والخمسة هنانا شنو الربط ما بيناتهم لحد الآن ماكو أي ربط هنانا أوكي زين شنو اللي ممكن إنه يصير بهذولة مجرد ما إنه أنا جدا أشوف جدا أشوف أكو عدد زوجي وعدد فردي مو تمام؟ أربعة بواحد اثنين بخمسة ثلاثة باثنين واحد بستة خمسة بأربعة تمام؟ أكو رقم زوجي وأكو رقم فردي هنانا ستة بخمسة مستمرين أربعة باثنين لا اختلفت هس هذا المختلف حاليا قدامي ثلاثة بستة فردي بزوجي أربعة بثلاثة واثنين بواحد نحن من هذورة كلهم هستطعلي مجرد ما إنهم اللي يربط ما بينتهم أو اللي دا قدر أشوفهم العلاقة اللي تربط ما بينتهم إنهم هما أرقام فردي وزوجي ما عدا هذا الشكل إش صار عدي؟ عندي جزئين زوجيات اثنين بأربعة تكرر مرة أخرى اثنين بأربعة أو أي رقمين أخرى فرديات أو أي رقمين زوجيات لا بس هالمرة بس هنا إذن بس عنصر واحد مختلف اللي هو لأنه صار عندنا إذا ما تكرر بعد فإذا العنصر يمكن إنه يظهر عندنا عنصرين مختلفات أقامها بين اثنين والمختلف عنهم هو هيكون الشكل المختلف اللي لازم نختاره زين فإحنا هنا كل قطعة من الإشكال تكرر هو على رقم زوجي وآخر فردي ما عدا الأربعة والاثنين اللي هما الثيناتهم زوجيات أيضا أشوف ملفد ملاحظة للخهمات أنه أنا أجمعهم كل هذول ناتج جمعهم إذا جمعت الخمسة وية الأربعة عشر قد حيطلع لي يطلع لي تسعة الستة وية الواحد سبعة عشر قد حيطلعوا لي سبعة سبعة الفردي إذا كل النواة تج أجي أتيك مرة للخها ثلاثة واثنين خمسة هنانا سبعة أربعة وواحد خمسة ستة وخمسة دعش أربعة واثنين ثمانية ثلاثة وستة تسعة أربعة وثلاثة سبعة ثلاثة 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 وواحد إذا أجمعهم دي يطلعوا لي فردي ما عدا هذا الرقم مجموعة دي يطلع عدي عدد الزوجي إذا أنا سأجدر أشوف بكل الأحوال الرقم المختلف عدي هو ثلاثة هذي مختلف عن القطعة الأخرى الموجودة هنا أوكي نجي على مثال آخر همات همات لا يقول لنا أكو أشكال مختلفة شوفوا هنا الأشكال المختلفة أنا قبل شوي قلت لكم أما كلهم تربطهم علاقة أو كل ثنيا يربطون بعلاقة واللي مختلف هو هيطلع مختلف عن الأشكال الموجودة بالنسبة لي إذا ألاحظ بهاي الأشكال الموجودة عندنا هنا أشوف شنو اللي ممكن إنه أشوفه متشابه عنهم وشنو المختلف عنهم أوكي شنو المتشابه وشنو المختلف هنا إذا جينا شفنا أي ويمنو يشبه منو هنا باعوا أول شغلة رح نشوفها إنه أكو شغلة مهمة باعوا الاختلاف ما رح يكون رأسا لنا يذرنا لقفة الاختلاف يكون كلش بسيط يعني إذا تشوفوها شوفو هسا هذول بهم مثلث كلهم أكو الدوائر كلهم دينتج عند الأشكال أو الخطوط الموجودة أركز الأي يشبه منو يشبه الأف ويشبه السي وقعد منو يشبه جي بس أنا أجي أركز باعوا الأي ويه السي حين متشابهات أكو نقطة واحدة بس بالدائرة وهذي والباقي ما بيهو نقاط هذي ويهذي متشابهات إذن أنا حأشر على المتشابهات هاي وهاي متشابهات أوكي بعد منو المتشابهات الأف يشبه منو أف أعطين سودة والإثنين الأخرايات مو سودة هذا وهذه المتشابهات رح أحط لهم نفس العلامة حتى أقدر أعرفهم أوكي الدي نقاط ثلاث نقاط سودة وين عندنا الثلاث نقاط سودة هذي ثلاث نقاط سودة شوفوا هنانا ما هيشبه هذا لأنه هذا بس نقطين هنانا الثلاثة إذن هذا ويه هذا متشابهات وهر عدي بس البي مختلف البي هو المفروض كان يشبه الدي والإي لكن ده اختلاف فقط شنو هنانا ثلاث نقاط أكو إذا تلاحبوها هاي النقطة الصغيرة السودة ثلاثة هنانا بس اثنين ماكو عدي نقطة الثالثة السودة فإذا الشكل المختلف باعوا كل اثنين ظهروا عندهم متشابهين المختلف هو البي يعني ما ظهر مثل ذاك السؤال قبل شوي شفناهم كلهم ربطتهم علاقة وحدة اللي ربطهم كلهم إنه كلهم بهم أربع دوائر اللي ربطتهم كلهم إنه كلهم أكو بهم مثلثات فماكو اختلاف على هذا المستوى الاختلاف إجاب بالتفصيلة الدقيقة شون جت التفصيلة الدقيقة إنه كل اثنين متشابهين طلعوا مجرد ما إنه القيت المختلف الواحد اللي هو منه ظهر عدي بهذا السؤال المختلف اللي هو البي كل دائرتين أقوم بمبيناتهم تشابه مثل ما شفناهم مجرد من الاختلاف ناخد مثال آخر أو مجرد من الاختلاف الموجود التفكير نجي نشوفة إحنا هذا عندنا السؤال هذا السؤال من أشكال اللي ممكن أنه يكون هنا ها حاول ننسى يكون يكمل هذا الشكل وين التكمل أول شي قلنا نشوف العلاقة اللي ممكن أنه تربط بهذه الأشكال اللي موجودة عندنا وبعدين أبدأ أشوف المتسلسلة اللي رح يكون عندي شكلية اللي لازم هنا نعدي التكمل إذا دا شوفهم بالخيارات شكين شكين يعني اللي يحوي على شكلية والإي كلهم شكين أوكي أول شغلة أجي أشوف شنو اللي دا يتكرر عدي إيش دا يصير عملية التكرار إذا جينا على هذا الوقت إذا جيت أنه أنا دا أشوف كم شكل موجود عدي حتى أقدر أعرفهم إذا أحسبهم من هنا إلا هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية دعش عدنا دعش واحد زين دعش شكل رح يحتاجون من بعض شكلين حتى نكمل على أساسهم هذا المتسلسلة الشكلية نجي ويا كل أربعة إذا أشوف واحد اثنين ثلاثة هذا الرابع اللي حد هنا إيش دا يصير عندي إذا أشوف النقاط أو الدوائر السودة كم دائرة السودة موجودة؟ واحد وهذه الدائرة السودة أيضا صغيرة أو كبيرة اثنين ثلاثة أربعة أربعة دوائر السودة موجودة بأربع أجزاء كل أربع أجزاء موجودة عندي أربع دوائر السودة أوكي؟ هذه أول النقطة الثانية ايش رح أشوفها؟ خامس واحد رح يكون شنو عبارة عن شنو المتسلسلة طبعا هذه حتى نكررها حتى نتأكد همات إذا نرجع نحسب واحد ثلاثة أربعة لحد هنا نجي نحسب الأشكال اللي موجودة عندها كم نقطة؟ واحد ثلاثة كم نقطة سودة؟ ثلاثة أربعة صارت أوكي؟ نجي هنا واحد ثلاثة أربعة لازم إذن أنا أدور أشكال لتكمل لي الدوائر السودة اللي موجودة هنا أوكي؟ إن شاء الله الثاني اللي دا نلاحظها إنه يا جزء من عندنا وراء الرقم جديس ربي الشكل الخامس أكو دائرة بيضة وسطية لا تتكرر دائرة بيضة وسطية أوكي؟ بالشكل الخامس يعني إذا حسبت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يعني الخيار الثاني المفروض بي دائرة بيضة وسطية اللي هو وين حيصير؟ وين حقا؟ أما بسي يعني دي رح أرفضة دي رأسا مباشرة رح ألغي والبي أيضا رح ألغي هنا فعدي الخيارات أما أي أو سي أو أي أوكي؟ نجي على نشوف بعد شنو أكون موجود عندنا لنشوف عندنا الخيار الثاني إذا دا شوفون واحد اثنين واحد اثنين نشوف شنو أكون بعض علاقات ممكن أنه ترتبط هنا نشوف شنو بعض عندنا فشي بي صحيح ممكن أنه يصير عندي تمام؟ هذا الواحد هذا أول واحد رقب الثنين هذا لازم شنو عندنا قلنا هذا ممكن أنه يكون صحيح وإحنا دي لغينا والإي أيضا ممكن أنه يكون صحيح متمام؟ إذن آني سي لغيته ليش لغيته سي؟ لأنه السي ما بي خيار أنه أكو دائرة بيضا وبداخلها دائرة سعودة لأنه إحنا قلنا الثاني واحد هل الأول الثاني اللي هو هذا حيصير هنا بالخيارات رقب بأول جزء موجود من الخيارات المفروض بي دائرة بيضا وبداخلها نقطة سعودة سي لغة من عندنا إذن الخيارين الموجودات حاليا عندي هو أما يكون إي آني ما بين الأي والإي لازم أشوف بعد فتشي آخر يخليني أختار الأي أو أختار الإي يكون بالنسبة إلي رح نجي نحسب إذا حسبنا أربع أشكال أجي لثنين الموجودة هنا متمم والثنين هذول لازم يكون بهم أربع نقاط سودة متمم نحن نجي نحسبهم واحد اثنين ثلاثة أربعة وهنا أيضا ثلاثة أربعة بس هنا صارت ثلاثة أربعة رح يكونون بجزء واحد فرح يكونون بثلاث أرقام أو بثلاث أشكال موجودة ما رح يكونون بأربع أشكال أوكي فإذا أنا حستبعد أرجع أعيده بشكل صحيح أو بشكل سريع عفون مجرد بأنه أنا شا ريد أفتهم أريد أعرف العلاقة اللي تربط هؤلاء الأشكال عندي مجموعة أشكال موجود بيهم فد رذم أو فد نبض دائرة تبطون بها شنو هذا الرذم اللي دائرة تبطون بي أنه أكو كل أربع أشكال أكو بيهم نقطة أو دائرة سودة إذا كان صغيرة أو كبيرة كل أربعة أكو أربع دوائر سودة بعد الشكل الخامس لازم بي دائرة وسطية بيضة الشكل الثاني لازم يحوي على دائرة بيضة وبداخلها نقطة وسطية هاي لثلاث أشكال هاي لثلاث قواعد من تطبق أبدأ أشوف هنانا يا خيار ممكن أنه يظهر أدي رح نشوفه أقرب بالنسبة للخيار أي أو الصح اللي موجود عندنا هو الخيار أي أوكي أكيد مثل ما تعودنا الآخر جزء عندنا رح يكون سؤال اللي هو المفروض أنتوا تجاوبوه أيضا ورح يكون الجواب مالتح نشوفه بأسفل الإعلان اللي موجود على الفيسبوك على دائرة الرعاية العلمية ننتظر معكم الإجابة هذا السؤال رح تأخذوه للسكرين رح تجاوبوني تكتبوني الجواب الصحيح وأيضا نقلنا الإجابة رح تكون على الفيسبوك أسفل إعلان الورشة اللي موجود عن الأشكال الهندسية تكتبوني الخيار الصحيح طبعا رابط رح أطيكم هس قبل ما أي شي رابط الحضور رجاء رجاء سجلوا أسماءكم موجودة برابط الحضور أطيكم هس دقيقة سجلون حتى نبدأ نسأل ونشوف الأسئلة اللي ممكن أنه نجاوبكم عليها حاليا أنتظر تسجيل كل المشاركين بالنسبة لكم كلكم شاركوا برابط الحضور نزلت لكم يا سترنا تريدون سكرينا تمام أنتظر دقائق قبل ما أنه أطيكم أرجع أخذ لكم أعيدكم المحاضرة بس حتى تسجلون حضوركم وبعدين أعيدكم المحاضرة على كيف حتى تسجلون سكرينات تمام صار أهل سكرينات صار تمام ما للساعات الأشكال موجودة ماما بالنمطية ترد أن نحكي بها وإذا كانت أكو أشكال بها ساعاتهم حاول ألقاكم أسئلة من عدها تدللون ضروري تسجل الحضور طلاب ضروري شوان نسجل الحضور؟ دخلوا على الرابط سترنا من نزلت لكم رابط بس دخلوا على الرابط هل يسجل الحضور بلا زحم عليكم يكتب النتن أنا راح أحاول أعيدكم يا على كيف حتى تأخذون سكرينات وبالإعادة أيضا شرح بسيط حيكون سريع للي جي متأخر هذا أول سؤال أول مثال بدينا بيه سترنا أكو إشكال بالرابط ما دي قدرون يسجلون يكتب لهم لا يزال بعض الأسئلة بحاجة إلى انتباه هذا السؤال ماما اللي دي قلكم عليه يعني موجود عندكم مهمنا مو بالأسئلة اللي موجودة أكو سؤال إجابي علي ضروري مثلا الإسم أو الإيميل أو رقم التليفون حاولوا تكتبوها مو بالأسئلة اللي موجودة عندنا أحاول أعيدها سريع حتى تأخذون سكرينات هذا المكعب عمليات الترقيم وقلنا الانتباه إلى الاتجاهات هذا السؤال أحرف أنتبهنه الأحرف موجودة نفس اللي موجودة تماما السؤال ما للجواب ما لأسبوع الفات هذا سؤال الأسبوع الفات سي الخيار كان سي هذا ممكن أنه تكون العلاقة ما بين الشكل الأول والشكل الثاني هو يطيقهم شكل يحتاج العلاقة تكون واحدة من عدهم مجرد الشكل شون دي يصير أو العلاقة شون دي يصير طريقة تترقمون كلها تتطبق عليها أبدا غير قابلة للخطأ مجرد ما أنه بس تنتبهون على الاتجاهات يصير عندنا خطأ في بعض الأحيان بالاتجاهات هو مو خطأ يعني مجرد ما أنه الاتجاه يكون خاطئ بس لازم تنتبهون عليها يعني دعا حاول أجاوب أكثر عدد ممكن أنهم موجودة عندكم اللي يقول طريقة المكعب مدى تطلع عدة صحيحة اللي حاولي دزلنا يا دزلنا السؤال اللي يتحل بهاية طريقة ومدى تطلع عدك الإجابة صحيحة حتى نحاول نساعدك بها رجعا الجواب يكون على الفيس ومع التليجرام رجعا تحت إعلان اللي موجود عدكم إعلان مال الورشة مال إشكال الهندسية والأسبوع القادم إن شاء الله أول ما نبدأ همات مثل كل مرة نجاوب على السؤال نشرحها ونجاوب عليه بعض الأسئلة تأكد ماما الاسم وممكن أنه يكون رقم التليفون أو أي سؤال يريد الإيميل هذه لا تزال بعض الأسئلة معناها ينكم ماما مو الأسئلة اللي موجودة هنا هذا السؤال هذا أكو هوايدة تسألون عليه هذا مجرد معنه العلاقة اللي تجمع كل القطع اللي موجودة هنا أنتبه عليها الاختلاف فقط بأنه يحتوي على عددين زوجيين أو ممكن أنه يكون أيضا بناتج الجمع مال الرقمين لا يجب أن تكون أرقام فردية ما عدا هذا الناتج مال الجمع مال الرقمين الموجودة رح تكون زوجية فيكون واحد مختلف فقط وين نتزلون السؤال ما للمكعبات اللي بني قدر نحله دزيني على الفيس همات وجماعة اللي الآدمينية هما حي دزوني وأنا أحاول أحللكميه وأشرحكميه بالأسبوع القادم المازنجر بالفيس دزي والآدمينية كلهم موجودين فممكن أنه يدزونيه ونحاول نحللكميه ونشرحيكميه هذا الشيء المختلف قدنا أحنا أول نظرة لما نشوفه كل الأشكال متشابهة تربطهم كلهم روابط ما عند تشفيس ليش المكعبات ما نقدر نتحليها بس مجرد ما ترقميها أبد ما تحتاج لها أي شي صعب وكل الأسبوع الجاي همات رح أحاول أشرح بطريقة سريعة على المكعبات ما عند تشفيس ولدتنا هذا ما عند تشفيس الفيس ما ما فيس مجرد ما تدزين عن مازنجر من أي أحد موجود عدة سؤال حتى أشوفه وأنا أحاول أشرح لكم ياهنا مو بس إليش وامل أي طالب همات حتى ممكن أنه يكون عدة سؤال بخطأ أو يعني ممكن أنه ملاي عرفه هذا هنا مجرد ما إنه أحنا نعرف إنه مصفوفه تمام وهذا السؤال الأخير اللي راح أنتظر بالإجابة من حياتكم وإن شاء الله يتكون إجابتكم بها صحيحة سؤال المكعبات رح أحاول بحاضرة جاية إذن نركز عليها حتى يكون بالنسبة لكم رح يكون سؤال المكعبات إذا طبقتوا هذه النظرية شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا نتمنى لهم درجات عادية لا بالعكس إن شاء الله نتمنى لك المكتقية وتعبناش إذا ما هو 6 آيات شكرا حبيبتي شباب اللي عنده سؤال أو اللي يحتاج 6 آيات قبل أتغادر أكو أي سؤال كتبة بالحضور وشين فالت الحضور أكو احتفالية ورمتن قابلون إن شاء الله نتسع عليكم نسويكم احتفالية صغيرة هذا الحضور حتى نحصل على أرقام تليفونكم ونقدر نتصل بكم هذا نعرف منويانا ومنمستمر طول الأسبوع على الورش إن شاء الله نرتقيكم يوم الأحد القادم في الساعة السابعة مساءًا وموضوع جديد لاختبارات الذكاء شكرا 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 شكرا